في زيارة هي الثانية لمنطقة الخليج خلال سنوات ثلاث وتستمر لأربعة أيام يزور قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان العاصمة البحرينية المنامة في إطار ملتقى البحرين للحوار تحت عنوان الشرق والغرب من أجل التعايش الإنسانية والذي افتتح أعماله صباح اليوم زيارة تاريخية تعد الأولى لقداسة البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاتوليكية إلى مملكة البحرين حيث يلقي البابا يوم غدا كلمة أمام أعضاء مجلس حكماء المسلمين في جامع قصر الصخير ويلتقي كذلك فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الذي وقع معه في أبوظبي وثيقة تاريخية حول الأخوة الإنسانية وثيقة كانت تمهيدا لتقارب أخوي إنساني مثل إعلانا مشتركا يحث على السلام بين الناس في العالم لتقدم مخططا لثقافة الحوار والتعاون بين الأديان ودليلا للأجيال القادمة لتعزيز ثقافة الاحترام المتبادل اعترافا بأن الجميع أفراد أسرة إنسانية واحدة تجسد الزيارة التاريخية المشتركة لكل من قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان وبابا الكنيسة الكاثوليكية وفضيلة الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر إلى مملكة البحرين لحظة تاريخية مهمة على طريق تعزيز قيم التسامح والتآخي بين الأديان والمذاهب في مملكة البحرين حيث يقطن البحرين نحو ثمانين ألف مسيحي كاثوليكي وفق الفاتيكان يتحدرون بشكل رئيسي من جنوب شرق آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط وجاليات من دول غربية فتح أبواب الخليج للحوار بين الديانات شكل نموذجا حيا ومنصة عالمية للحوار والتآخي والتضامن لإنسانية وخطوة متقدمة في مسيرة الأخوة والتفاهم الدينيين في مواجهة ثقافة الكراهية التي زادتها الحروب والصراعات المشتعلة في بقاع العالم